اللي اتجاه ماشي إلى فين؟ النقاشات لسه هتطرح لكن في يعني لو تسألني عن وجهة نظر فأنا بقول إن عدد الأعضاء في التوقيت الحالي هو عدد كافي جدا أنا بفتكر حدد كافي لأنه لو أنا جيد بسيط فأنا خلص مثلا أنا 105 مليون بنيات في 27 محافظة بمراكزهم وقراهم وملحقتهم وما إلى ذلك لو أنا حطيت المقارنة اللي مش بالضرورة تكون بمنتهى الدقة ما بين العدد اللي عندي من حيث السكات والولايات المتحدة الأمريكية والتركيبة الأكثر تعقيدا أنا بتكلم في أكتر من 300 مليون مواطن بيمثلهم أظن 435 نائب في النواب و100 في الشيوخ يعني المسألة مش عددية ما هي بقى الفكرة في كده فبالتالي لو احنا أخذنا بمبدأ التناسب تمام هيزيد مساحة التمثيل نسبيا فبالتالي أنا في تأدير أن هذا الشكل هو الأمثل في التوقيت الحالي من حيث عدد النواب في مجلسي النواب وفي مجلس الشيوخ هل التمثيل أو المطالبين بزيادة عدد الأعضاء هل ده ممكن يبقى نابع شوية من تجربة طويلة في مصر وخصوصا في ظل غياب انتخابات محلية وما إلى ذلك فيبقى فيه عندك نائب الخدمات بدلا من أن يكون نائب السياسة والرقابة والتشريع فيبقى فيه اتجاه إنه ما نزود العدد يعني أنا في تأدير ده معناه اللي احنا بنلف حوالينا الأصل الأصل هو الإسرع في إجراء انتخابات المجالس المحلية تمام؟ ده علشان تقوم بدورها الخدمة طبعا لكن في تأدير المطالبين بزيادة هذا الأمر هم عندهم حزبتهم حزبة عددية فقط الإبقاء هي حزبة في فكرة التناسب وأنا في تأدير أن التناسب العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ هو عدد مناسب ويفي بمسألة التمثيل النسبي بمنقى عن التمثيل فكرة التمثيل العادتي ترجمة نانسي قنقر